تحياتي عدد النجوم كرة القدم بيراعوا بريستيجهم ومنظرهم في الملعب وخارج الملعب وبتحملوا استفزاز الجماهير واستفزاز اللاعبين الآخرين عشان يبينوا لاعبين ركزين وفهمانين ونضجين لكن أحيانا بيطلع الإنسان عن طوره أحيانا الطفل بينطلق من الرجال وبحمل تصرفات عجيب وغريبة زي لما زيدان نطح ماتيراتزي أو بيب بيكسر لاعب ختافي أو لما أشعل مرادونا معركة بعد مباراة بلباو هذه مواقف لا تنسى مش هتكون معنا بتوب فايف لتصرفات مجنونة لللاعبين لسبب بسيط إننا عملنا عنها قصة جمعة مفصلة تعالوا نحكي عن خمس مواقف ثانية مواقف كان فيها تصرفات مجنونة ونبدأ مع سيرجو راموس وتحديدا في كلاسي كل خمسة مقابل لاشيء 2010 بين ريال مدريد وبرشلونا النتيجة كانت صادمة لكل مدريدي لكل واحد بشجع النادي الملكي لأنه كانوا متفقلين جدا بجزيه مورينيو يوقف المد الكتالوني فاتفاجأوا إنهم بطلقوا خمسة وطريقهم مستسلم تماما لا يلمسكرة في آخر الدقائق أصبح البرشلونين بيستعرضوا أكثر قوتهم وهذا استفز سيرجو راموس اللي خرج عن طوره وركل ليونيل ميسي بشكل غير مفهوم أشعل المعركة وخلى اللاعبين يشتبكوا مع بعض ويضطر فالدس وكازيس يفرقوا بينهم طبعا سيرجو راموس خرج مطرود والناس تساءلت ليش عملت هيك ما انت خسران خسران تخسرناك وخسرنا المباراة في لقطة ثانية في 2014 كان بطلها لويس سواريز في كأس العالم في البرزين كانت إيطاليا بتواجه الأرقوين وفجأة اشتكها كليني من شغلة من كتفه الناس ما فهمت شو مع له لما أعيدت الكاميران كان لويس سواريز عم بعض كيليني بطريقة الدراكولا وفعليا الدنيا جامت وانجنت لسبب بسيط إنه إيطاليا وإنجلترا خرجوا من الدور الأول في كأس العالم فالإعلام الإنجليزي شن حملة مجنونة وكبيرة جدا ليه تكبير قصة عضلة سواريز وفعليا نجحوا بيدا عليك تم إيقافه تماما عن لعبة كرة القدم ممنوع يتدرب ممنوع يدخل أي مقرات للعبة وتم إيقافه تسع مباريات دولية لويس سواريز كان محرج مع أولاده بيقول كانوا يسألوني ليش ما بتروح تتدرب يا بروح قال يعني لو وقفوني عدد مباريات كان أحسن من الإيقاف اللي عملوه لياه بعد الحمل الإعلامي اللي انشنت على سواريز كيليني نفسه قال أنا متعاطف معه وبتذكر وقتها أكتر من أخصائي نفسي تكلم عن مسألة نفسية للويس سواريز لأنه في الماضي عض لاعب بهولندا وعض إيبانوفيتش في إنجلترا وأذكر شخصيا أني وقت أعمل التقرير كان مطول وكان فيه مقابلة مع ثلاث أطباء نفسيين وكلهم أجمعوا عن نفس المبدأ سواريز يحتاج أخصائي نفسي يساعده لأنه غير مكتمل النمو العاطفي على كل حال الناس ما بترحم لما تغلط عشان هيك دائما سيتذكروا سواريز بأنه العضاد ونروح على لاعب آخر لاعب ضربته أصبحت ضربة تاريخية في اللعبة وهي ضربة الكونغ فو بنتكلم عن موسم 94-95 أمام كريستال بلس مانشستر يونايتد موجود هناك ومعه نجمه الكبير إيريك كانتونا النجم الفرنسي بتعرض للطرد وأثناء الخروج بتعرض للاستفزاز وحسب كلامه للإساءات من أحد المشجعين فبيقرر يطير عليه ويتحول ويعطيه ضربة كونغ فو على طريقة جاكشان تم إيقافه تسع شهور والحكم عليه بالخدمة العامة مانشستر يونايتد دعم كانتونا وجدد له عقده وآمن فيه وبنعرف إنه كانتونا كان نقطة تحول تاريخية لمان يونايتد برفعهم من مستوى إلى مستوى حتى وصلوا لاحقا إلى القمة اللي بنعرفها سألوا إيريك كانتونا على هاي الركلة ندمان عليها قالهم لا لو اتكررت حرجع أضربه وممكن أضربه أجوى بس أيضا فيه لاعب آخر ما ندم على ركلته ولاعب معروف بالملك ملك روما فرانشيسكو تونتي كان عم بيلعب نهاية كاس إيطاليا 2010 في موسم كان محتدم المنافسة المحلية بين الإنتر وروما على الدوري وعالكاس كان نهائي كاس إيطاليا بين إنتر بقيادة مورينيو وروما معاتوتي على أرض الملعب إنتر تقدم بهدف مقابل لاشير وبالدقيقة 87 استلم الكرة وقتها لعب مراهق صاعد جديد بيحكوا عنه حيكون كتير كبير ماريو بلوتلي ماريو بلوتلي مسك الكرة وانطلق فيها حاصروا لعبيه روما بس بدأ يحاول يضيع وقت عند الزاوية عشان ياخد ركنية وهون تت نجل وراح ضربه وانطرد فيها بس تت الدنيا قامت عليه كيف تركوا اللعب صغير كيف يستفسك انت الملك الملوك بتغضب لا تستفز شو مالك فطلع فرانشيسكو برر قال أنا ضربته عشان اللي كان يحكي لي ياه خلال المباراة وضربته عشان اللي عمله بلسان سيرو وبيقصد انه بلوتلي قبل سنة تقريبا كان مسجل هدف امام روما فذهب وطلب من جماهير روما الصمت التام بلوتلي طبعا اتهم تتي بالعنصرية لكن دون اثباتات وعلى صيرة الصمت التام بتلك الفترة فترة الثلاثية الجميع كان ساكت في اوروبا لما يواجه انتر ميلاد هذه اربع تصرفات جنونية كل واحد ضرب له واحد بس فيه التصرف الخامس اللي هو التصرف المجنون جدا كلون داير وبوي في نيو كاسل وحرب اهلية لي بوي وكلون داير كانوا اسماء معروفة في الدور الانجليزية اسماء لها تقنى واحترامها ونيو كاسل كان عم بيستضيف استون بيلا وكان عم بينهار بنتيجة ثلاثة مقابل لاشير واثناء احد هجمات نيو كاسل اللاعب وقف الناس بتساءل شمالهم فجأة لابدوا لعبين نازلين ضرب ببعض لعبين من نفس الفريق بيحملوا نفس القميص وبضربوا بعض الحكم طرد لبناء وتم ايقاف لي بوي لفترة اطول ست مباريات لانه تبت انه هو اساس المشكلة وهو اول من اعتدى لي بوير طلع وقال في تصريحات لاحقة انا بندم طبعا عن اللي عملته لانه مسيرتي الناس بتذكرها انا وكيرون داير انه ضربنا بعض مع انه عنا مسيرة جيدة احنا الطرفين بس بيكملوا بحكي اللاعب استفزني جدا كان رافض يمررلي فانا اقول له مررلي ويستفزني وما يمررلي الاعلام الانجليزي قال الاثنين كانوا يستفزوا بعض بتلك الفترة وعلاقتهم كانت سيئة في الملعب فما كانوا يمرروا لبعض واكد كلون داير ندموا على الموقف واكد اصلا ندموا على التصرفات المستفزة اللي كان يتبادلها مع لي بوير في الملعب يقال بعد المباراة لما راحوا غرفة تغيير الملابس كان الامن موجود وفاصل بينهم انت هون وانت هون ما تقربوش عبعض انتوا مجانين هاي التصرفات مجنونة من ركل التوتي لبلوتيلة لبوير وداير كسروا بعض لكانتون وضربة كونج فو لراموس وركل عميسي وسواريس وعضلات سليكيليني في كرة القدم افقدت اللاعبين ربما هيبتهم ربما خلت الناس تذكرهم بلقطات هم عملوا احلى منها بكثير في الملعب لقطات فيها اهداف وحسموا تسجيل لكن الناس دائما بتحب تذكر القصص السلبية نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر استجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة